بضيوفي في هذه الفقرة الأساتذة الأستاذ محمود شاوي أستاذ محمود أهلا بك أستاذ محمود أستاذ عب حكيم أبو عالم أستاذ عب حكيم شرفنا ومنورنا في هذا اليوم التاريخي وهذه الزيارة التاريخية للكل بيعتبرها زيارة تاريخية صحيح أنت قدام مشهد مختلف مشهد طبيعي أنا آسف لا هو مختلف عن ما كان يحدث لكنه مفروض يكون طبيعي ومن هنا بتاعت أهمية الزيارة أن المفروض أنه تكون طبيعي أن الأهل والزمال كتبادلت الزيارات بشكل متكرر أنه كون العلاقة علاقة مختلفة بين أكبر ناديين في الشرق الأوسط وأنا ما زلت وصير منهم أكبر في الشرق الأوسط فترة صعبة مرنا بها في رضا المصرية أعتقد أنه المشهد النهاردة بيجدل استطار على فترة يعني كان فيها ظلام كثير كان فيها مساوء أكتر كان فيها خروج عن النص بشكل واضح لكن اللي بيحصل النهاردة تصحيح الأوضاع تصحيح للمصار بشكل كبير جدا وده أكد لقل قيمة الأهل والزمالك وكمان قيمة الرموز زي رمز كبير زي كابتل محمود الخطيب واستيبال بهذا الشكل الرائع حتى لو الناس أو وضعها في الزمالك أو عاملين في الزمالك أو موظفين أو عاملات كبار في السنة وصفار في السن كلهم عاوزين يتصوروا مع كابتل الخطيب أو يسلموا عليه أو حتى يهتفوا باسمه داخل مقار نادي الزمالك ده أمر مختلف كمان الحفاوة القوبل بيها مجلس دارة نادي الأهلي هي حفاوة مقدرة صحيح ولازم نسني عليها وننشيط بيها ولازم نبني على ده الرياضة تعمت عشان المنافسة الجميلة والشريفة والممتعة أحيانا وعلى فكرة الزيارة دي مش هتوقف التنافس التنافس سوف يستمر ده لما أقوله دايما بقى طبعا في كل ويات لكن الشياكة في التعامل والرقي في الاختلاف حتى لو كان فيه اختلاف ودي مبادئ أو أساسيات أو فلسافة كنا بنفتقطها في السنوات الأخيرة بشكل جيد جدا جدا حان الوقت أن احنا نردم على اللي فات ونفتح صفحة جديدة حان الوقت أن احنا نتخلص من أي شيء يسيء للرياضة المصرية اللي مفروض تستعيد جزء كبير جدا من باركة كمان لازم نتوقف قدام كرباتك كالت المحمود الخطيب لما قالك أن الأهل والزمانك مش مجرد علاقة عادية قصيرة لا هي علاقة تمتدل أكثر من مئة سنة وده ما بحثتش في دول كتير بالمناسبة أن يكون عندهم ناديين الكبار عمرهم أكثر من مئة سنة ده أمر تاريخي مهم إذن هي زيارة تاريخية أعتقد أن صفحات التاريخ بعد السنين طويلة هتتوقف كثيرا أمام هذه الزيارة زي ما توقف التاريخ برضو أمام زيارات أخرى سابقة كبتصالح سريم مثلا أو بعض رموز نادي الزامريك أو قياداته داخل مقرر نادي الأهل بعض الزيارات ولكن أيضا في الملعب سنة 83 الكابتن محمود الخطيب ترجمة نانسي قنقر